بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بإذن الله نعمل عصيد الزجوغو الزجوغو من عرش شحنة في تونس معروف برشا هي حبة معناها أشزار صنوبر في الجبال هذا الزجوغو كما شاهدوه أما كفاش بش نعملها عصيدة يمشي على برشا مراحل الزجوغو هذا نخسله ونشيحوه وننقوه وبعد نحمروه ونقلوه شوية ويجب أن يضطرحا في الطحونة ويضطرحا ثلاث مرات لأن الزجوغو يخرج يعني نتحصل على عجينة فيها ونعبي بالزيت هذه العجينة التي نعمل بها نحن العصيدة نحن اليوم حشرين نصف كيلو او 500 جرام سجوجو ونقلوه ونقلوه وقبل من طيبهم يلزم يقعدوا ليلة كاملة منفخين في الماء كما تشوفوا هنا نحن نصف كيلو سجوجو نفخناه يعني ليلة كاملة منفخ في الماء ونقلوه يعني لنقلوه ونقلوه بالنسبة للماء ونقلوه يلزم يقعد ليلة كاملة ونقلوه ونقلوه نصفوه والتصفية الثانية هذا نصف كيلو سكوكو 500 جرام سكوكو 250 جرام سكر 250 جرام فارينة أو دقيقة هذه المكونات التي يطبق مع سكوكو أخر مرحلة نضيف عطر أو زهر للريحة لنبدأ بمراحل تصفية سكوكو نضيف عطر 1.5 جرام من البيض لنقوم بمراحلة دقيقة إلى 6.5 جرام مرحلة مراحلة الآن نضيف عطر مراحلة الأولى لنقوم بكثير أجود غربال الغربال يجب ان يحبط 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 نضيفه ماء و نضيفه و نضيفه و نضيفه ماء و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و قد تصمع فيه كم قشرة شايحة و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه يجب أن يحبط الماء بحلالة بعد أن نصفنا التصفية الأخيرة نصفنا التصفية الأخيرة نقوم بحلالة ماء وصف لنصفنا كيفية القشرة تشيحة ترون كيفية القشرة تشيحة لا يوجد القشرة تشيحة نصفنا الزكو نخلطه بالكباب نقوم بحلالة نظر لن نقوم بحلالة تشيحة من الماء نقوم بحلالة نقوم بحلالة نقوم بحلالة لنقوم بحلالة قمت بإضافة الغربال نحن اكمل المرة الثانية نحن استعمل الماء حوالي 30 ماء استعمل الماء و حولي 30 ماء فأنا قمت بإضافة ماء واحدة نقوم بإضافة مثل حين وميزانة و من قمت بإضافة و نصف لترأس نستعمل ماء يقبل خشين و يقبل ماء هذا الماء هذا الماء هذا الماء هذا الماء نضيفه الفارينة حضرناها هذا الماء نضيف نضيفه لن نضيفه لن يكبر نضيفه لن يكبر نضيفه يتعصد و يبدأ يتعصد فارينة نضيفه نضيفه 250 جرام سكر و حوالي 300 جرام فارينة و حوالي 300 جرام فارينة فارينة 500 جرام فارينة 300 جرام فارينة صف خلط فارينة 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 فاكس حضر فارينة ملتون فارينة نضيف الغربال و نضيفه في الطنجرة نحضر هذه الخليطة جاهز هذه طنجرة لا تشد و كما رأيتها مغرفة اللوح لنعصب لنضيف كما الكريمة نضيفه نضيفه من الواحد و نحركه و نصبه و نحركه و نصبه نحركه و نصبه نضيفه تشعر ان كانوا مفرينة لا تحبط بالنسبة للأضفاء في الماء هذا الخليط جاهز نضغب وصفناه وعملنا الكفارينا والسكر وصفناه وكل وحضرين ونطيبوهم أما قبل أن نطيبوهم نأخذوا قليلا ونجربوه في طنجرة نأخذوا كمية صغيرة نجربوها كمية عصيدة نكمل ونطيبوه كمية عصدت نزيدوها قليلا قليلا نقصت على نار كمية عصدت نضغب المذاقم وكل شيء يعني الترايف لتجربو لتعرف السكر يعني يكفي نزيد شوية تشوف انت شنوني نقصها بالتجربة هذه نقصنا عليها النار أمسكين كمية عصدت بالكداء يحبون مع العصدت ونضغوها سوف نظر السكر خطر والتعصيدة معناها عصدت بالكداء نطيب النار نحن نضيفها على النار و نضيفها حتى شيء ان شاء الله سوف نضيفها نضيف السكر نضيفها حتى نضيفها حتى نضيفها حتى نضيفها حتى نضيف السكر كما bumpنا سوف نضيف قوة النار نضيف السكر بالأرض نضيفه لن قاعات العصر و لا نضيفه نحنعلك biоту لا تبطل عليها التحريك بالكل دعوها تسخن بالجدائب في اللون النار قوية وبعض النقص النار تشوفتها كيروز نتعصد حتى المغرفة لا تبشي بسهولة كان بدأت تعمل في الفقاعات العصيدة طابت ونضيف لها عطر كل واحدة تشعر بالرغبة ليس ضروري حتى نصبها أمل أن نضيفه لذلك نصبه حتى نضيفه ونضيفه ثم نضيفه ونضيفه ونضيفه لذلك نضيفه لذلك هذه المصحافة قمنا بتطبيق الكريمة وحضرنا برشة فاكية لنزينوهم بها كريمة من غير عظم من المرأة الأخرى عملناها بفصل عظمة نحن نقوم بتجريب الهيب 8 مغارف سكر و 5 مغارف انشاء لنقوم بتجريب الهيب نحل الحليب نحاول ان نحلوه بالقديم نضيف السكر 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 الكريمة بيضة نضيف حليب سكر 8 مغارف سكر و 5 مغارف نشاء نضيف حليب نضيف حليب كريمة جاهزة نضيف حليب 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 لدينا من خلف كثير من نور نضيفeast نضيف حليب نضيف ثق lon نضيف سكر تبقى كحلة و تبقى بيضة الكريمة بيضة هذه الزينة ستظهرون و نزينوها من فوق و ان شاء الله تطيبوها وتعجبكم و تاكلوا بشفاء